اشتركوا في القناة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حال الفلوس ايه أخبار الدنيا عملم ايه معك الشهوات ايه أخبار المعاصي والذنوب يا رب يا رب يا رب تب علينا وعلى عصاة المسلمين توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم اشفي أمراض قلوبنا اللهم عفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك حيي ستير تحب السترف فاسترنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أسنيت على نفسك لا حول ولا قوة إلا بك لك العتبى حتى ترضى أحبتي في الله كيف حال الدنيا اللهم نجنا من فتنة الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر ونعوذ بك من عذاب في النار ونعوذ بك من فتنة المحياء ومن فتنة الممات ونعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال إخوتي ما زلنا في قضية نظرة الإسلام إلى المال وجزئية نحاول أن نستخلصها الليلة قيمة المال في الإسلام ما هي قيمة المال الفلوس قيمتها إيه؟ نظرة الناس اليوم إلى المال أن يقول إن الإنسان معك كام؟ بتشتغل إيه؟ رصيدك أدي راكب عربية نوعها إيه؟ ساكن فين؟ أعد فين؟ هو دا قيمة الإنسان للأسف الشديد في نظر الناس أما الإسلام فخذها قاعدة يجعل المال زينة وليس قيمة فليس بالمال توزن الأشياء ولا يقيم الأشخاص في الإسلام قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله يعني أفضلكم إن أفضلكم عند الله أتقاكم فليس بالمال يقيم الإنسان قال الملك جل جلاله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة قال سبحانه ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم دي آية تانية إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إياك أنك تعجب بأموال الناس وأولادهم ليس كل صاحب مال منعم بل كم من صاحب مال معذب مهان مهان ليست القضية إذن حين نقول قيمة المال في الإسلام المال ليس له قيمة في الإسلام المال في حد ذاته ليس قيمة في الإسلام المال زينة وليس بقيمة ليس بقيمة لذلك ينبغي أن تنتبه إلى هذه قال سبحانه وتعالى وما يغني عنه ماله إذا ترد قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار لذلك تبت يد أبي الله بن وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما المال ما المال وما الفلوس وما الأولاد إنما أموالكم وأولادكم فتنة لذلك ينبغي أن تفهم أن هذه القضية القضية قيمتك ليست في المال قيمتك ليست في الفلوس قيمتك ليست في وجود كمية أو كم إنما قيمتك من أنت عند الله ما اسمك ما اسمك عند الله ما منزلتك ما قدرك ما مكانتك ما مدى قربك من الله وضعك هذه القيمة الحقيقية هذه هي قيمتك حين نقول ماذا يقول الله عنك والله لا يقيم الناس بالمال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا لذلك إخوتي إذا أردنا أن نتحدث عن قيمة المال في الإسلام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أترى أن كسرة المال هو الغنى إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما كسر له في الدنيا وإنما يضر نفسه شحها أخرجه ابن حبان والحديث صحيح والحديث صحيح انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة فيقال لهم ماذا عملتم فيقولون ربنا ابتلينا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا يقال لفقراء المسلمين والقيامة عملت ايه فيقولون يا رب ابتلينا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا اديت الفلوس والولايات والسلطان نزغرنا فيقول الله صدقتم فيدخلون الجنة قبل الناس ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان قالوا يا رسول الله فأين المؤمنون يومئذ الفقراء دخلوا الجنة والأغنياء والسلاطين في عذاب الحساب والمؤمنين فين أهل الوسط قال يوضع لهم كراسية من نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر المؤمنين أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار سبحان الملك انظر هؤلاء المؤمنون اللهم ادعنا منهم قالوا فأين المؤمنون يومئذ قال يوضع لهم كراسية من نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار في صحيح الترهيب والترهيب نعم إخوتي نعم أحبتي يقول الملك جل جلاله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بل لا يشعرون دون مش فهميه ما يعرفوش انت فكر عشان ربنا ادك فلوس لكرامتك على الله انت فكر ان عندك أولاك كتير يبقى لكرامتك على الله بل لا يشعرون تعالوا لنفقها القضية إذا وعدتكم في اللقاء الماضي بحديث حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض من زهرة الدنيا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش انت بتحبه تما تصلي عليه عم سكت ليه حبيبي الله يكربك افتح بوقك كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قاعد تتفرج علي ما تصلي عم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نام يا ست الحج أنت كمان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم زيدي النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا عارف انك بتصلي على النبي بس كمان كمان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزينتها وفي رواية وزحرتها الرواية اللي معانا في المخاري إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض هي دي قيمة المال في الإسلام الرسول خايف علينا من الفلوس مش من الفقر هي دي أنا مش خايف عليك من قلة الفلوس أنا خايف عليك من كترها ثم ذكر ثم ذكر ما تصلي عليه صلى الله عليه وعليه صلى الله عليه وسلم زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وسنى بالأخرى فقام رجل فقال يا رسول الله أَوَيَا أَوَيَأْتِ الْخَيْرُ بِالشَّرُ قام رجل ثم إنه صلى الله عليه وسلم مسح عن وجهه الروحضاء 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 جسمه شع عرق العرق العرق نبع من جبهته فيقولون ارفض عرقا أو الروحضاء لما مسح عن وجهه العرق علموا أنه كان يوحى إليه في ذاك أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شدة أمر كان شديد شدة عليه صلى الله عليه وسلم فقال أين السائل أين السائل آنفا ثم قال أو خير هو أنا بسألك أنت بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفلوس أو خير هو أو خير هو ما بتجاوبش إليه رد علي أو خير هو هو خير أنت متأكد أنت شايف أن الفلوس دي خير أو خير هو أو خير هو كررها ثلاثة صلى الله عليه وسلم أو خير هو ثلاثة قال صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإنه مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر إفهم بقى كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم أو خير هو هي الفلوس خير لو كانت خير يبقى الخير ما يجيبش إلا خير أبدا لا يأتي الخير إلا بالخير ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو خير هو لا يأتي الخير إلا بالخير وإن من الربيع لما يقتل حبطا او يلم الا اكلة الخاضر يعني ايه ان من الربيع ايه هو الربيع ده المشروع اللي انا نفسي فيه من زمان شرح اسماء الله الحسنى سبحان الله عظيم هي طلعت كده انا اصدأ اقول شرح الاذكار يبقوا الاثنين يبقى انا نفسي في الاثنين والله نفسي اشرح اسماء الله الحسنى ونفسي اشرح الاذكار لان كثير من بيدعي وهو مش فاهم مش فاهم بيقول ايه كلمة الربيع هنا اللهم اجعل قلو امين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحجننا اللهم اجعل القرآن العظيمة ربيع قلوبنا يعني ايه يعني ايه ربيع أكلوا بين يعني ايه يعني ايه ربيع أكلوا بين يعني ايه القرآن القرآن يبقى ربيع قلبك يعني ايه ربيع الدنيا ربيع والجو بديع هو ده الربيع اللي انت تعرفه الزهور والترامة لا الربيع في اللغة هو الجدول الجدول اللي هو ايه مش جدول الضرب الجنبية يعني الفحل يعني الترعة الصغيرة ترعة المية الصغير عندنا بنقول عليها الفحل بنقول عليها الجنبية بنقول عليها الجدول ترعة المية الصغيرة اللي بتجري فيها المية دي اسمها ايه الربيع ان من الربيع الى ما يقتل حبطا إن مما ينبت الربيع ما يكتل حبطا الجدول الجنبية اللي احنا قلنا عليها اللي بتجري فيها المية دي بينبت على جانبيها بعض النباتات يعني ادي الجدول اللي بيجري في المية لأنه فيه مية دايما وهو بيجري في طين فبتلاقي على الجنبين بيطلع نباتات النباتات دي بتطلع من عند ربنا بحد الزرعها طلع رباني فالفلاح لما يجي يروح الغيط يزرع أو يقلع أو يسقي أو يعزق أو يعمل أي أعمال يسيب الدابة تسرح فتأكل مما ينبت الربيع ده لأنه حاجة ببلاش لا برسيم ولا جراوة فالدابة بتأكل فيسيبها تأكل حاجة ببلاش فتأكل كتير في بعض هذه النباتات التي أنبتها الربيع بعضها في السم بيسبب للحيوانات مرض الحبط 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 مرض بيصيب الحيوانات الحبط لما يصيب الدابة تلاقي الدابة بطنها امتلت وكبرت وفردت وطولت وتصبح في طيس ميتة إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم يمرض شيء عجيب جدا إن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي الأمثلة اللي توضح لك المسألة من قريب ومن بعيد تبقى في غاية الوضوح قال لك إيه هل يأتي الخير بالشر فالرسل قال له أو خير هو هو كل ما الخير إن الخير لا يأتي إلا بالخير ولكن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا بعض المال إن تتفكر إن هو خير وهو في سم فلذلك يبان إن هو خير تبقى تدبت خينة ومليانة وكبيرة ولكن هو شر يقتل يقتل ففيه إشارة إلى أن من المال ما يقتل إن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر إلا الداب اللي بتنائب بتكن الخضرة اللي بيّن عليها أنها خضرة صحية وليست سمية إلا آكلة الخضر كلما أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت وجه الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتام والمساكين وابن السبيل ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يسبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة خطير جدا التشبيه ده إلا آكلة الخضر كلما أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت وجه الشمس فثلطت وبالت تبرزت وبالت ثم رتعت يبقى فيه الدابة بتاكل وتنقي بتاكل إيه وبعدين تحمى في وش الشمس فتخرج ما أكلت وتحتفظ بفائدته فترتع وتمرح وتكون بحق هو ده موضوع المال في ناس بتاخد المال صح تاخد فيدته واتطلع بقيته ثلطت وبالت سبحان الملك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا لما يخرج من ابن آدم بمثل الدنيا وإن قزحه وملحه فانظر ماذا يخرج هي دي الدنيا يا ابني والله مهما تجيب تقطعة اللحم وتملحها وتشوحها وتتبلها وتشويها وتزبطها وتستمتع بيها في الاخر تطلع ايه ريحتها وحشة هي دي الدنيا هي دي اخرتها مشانا اللي بقول كده ده كلام ربك قال سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخ رفاها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس اللي بيجري وراء الدنيا بيجري وراء ايه الدنيا مهما كانت من مال وشهوات ونعم ومتع إلا أنها لابد أن تكون منغصة مكدرة اثنين زائلة فلا تبقى ثلاثة أنه ينافسك فيها أعدائك يبقى أن من واحد منغصة مكدرة مكدرة لازم أشوف واحد بيحب الأكل لازم بطنة وجعة واحد بيحب الفلوس لازم يتعذب في جمعها يتعذب في الحفاظ عليها يتعذب في تنميتها والآخر يتعذب بتركها ويموت واحد بيحب بيحب ايه أي شيء في الدنيا عذاب لازم هي الدنيا كده هي الدنيا كده ما تنفعش متعة من غير عذاب دي نمرة واحد نمرة اتنين إنها منقاطية منتهية لازم هتنتهي أي شيء في الدنيا هيخلص ولو ما خلصش انت هتسيبه وتموت يبقى منقاطية منتهية نمرة ثلاثة أنه ينافسك فيها أعدائك أحقاد أحساد أضغاء أضغاء منافسة ما تمقس لك خلصة أبدا هي دي الدنيا وهو ده عذابها هو ده اللي سيدك النبي قال لك عليه إن الدنيا دي وحشة وحشة مش حلوة أمال ايه تبقى حلوة امتة الرسول قال كده ايه إن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم امتة لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامة والمساكين وابن السبيل ومن لم يأخذه بحقه ومن لم يأخذه بحقه فهو كالاكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة هيا لي عايز الدنيا والفلوس تبقى حلوة يبقى لازم تعتقد إنك تاخد المال من حقه إحنا هنتعرض لقضية هل أكل الحلال متعذر هذه الأيام والإجابة لا مش متعذر أكل الحلال ممكن هذه الأيام لكنه صعب الحلال ممكن بس صعب مش مستحيل مش منفي لا ممكن وموجود الحلال لذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى وإن هذا المال حلوى من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة فنعم المعونة هو هيا دي ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع وإن هذا المال حلوى من أخذه بحقه قد تبقى لك ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع هيا دي إنك تأخذ من حقه من حلال ستسأل يوم القيامة ذلك نظرة الإسلام إلى المال أن تأخذه من حقه وتضعه في حقه نظرة الإسلام إلى المال إن ما يكونش المال همك قيمة المال في الإسلام ليست له قيمة فليس على أساسه يقيم الناس ولا الأشخاص ولا الأحوال مش بالمال مش بالفلوس مطلقا وإنما قيمة الإنسان بالتقوى التي في قلبه ولذلك من تقييم المال في الإسلام أن المساواة بين الناس في المال مستحيلة كان في محاولات قديمة يسموها إذابة الفوارق بين الطبقات مش ممكن قال سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفى بنعمة الله يجحدون انتبه يا أخي الله فضل بعضكم على بعض في الرزق إحنا متفقين من البداية أن الرزق من الله والعلاقة له بالسعي اثنين أن المال مال الله فنزع الله ملكية المال من أيدي الأغنياء وقال وآتوا من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالفلوس مش فلوسك ولا ابتعتك ولا الرزق رزقك ولا أنت اللي جبته معرأك وجهدك وكدك الفلوس من عند ربيه سبحانه وتعالى رزق رزق الله لا يسوقه إليك حرص وحريص ولا يرده عنك كراهية كاره فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء مش ممكن هي تساوى الناس لازم يبقى فيه غني وفقير لازم قال سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين لولا أن يكون الناس أمة واحدة إذا ما فيه قضايا ربنا سبحانه وتعالى حسمها قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقا الاختلاف الاختلاف بين الناس لازم عشان كده ما يجي حد يقول اعدام الاختلاف مش ممكن مستحيل دي سنة كونية ربنا قدر لا يزالون مختلفين ربنا قدر أن يكون الناس طبقات ربنا قدرها كده سبحانه وتعالى فلذلك ينبغي أن تفهم هذه القضية إن فيه غني وفيه فقير وده الحقوق وده الحقوق وليس الغني بأفضل من الفقير ولا الفقير بأفضل من الغني ذلك تعالوا نسأل سؤال من الأفضل الغني أم الفقير مين الأفضل الغني أم الفقير إحنا عايزين نرجح بين فقير صابر ليس بحريص وغني شاكل ينفق ما له في الخيرات أو فقير حريص مع غني حريص وإلا لو قلنا فقير صابر وغني بخيل أيهما أفضل؟ الفقير الصابر طبعا طيب فقير حريص وغني شاكل ينفق ما له في الخيرات أيهما أفضل؟ الغني طبعا لكن لو جينا نتصور فقير صابر وراضي وده هيدخلنا في نقطة تانية أن الفقر فقران فقر أبيض وفقر أسود بقول إيه؟ الفقر الفقر له حالان حال تتبلبل فيها الخواطر من الهم والغم وكسرة الأيال وانكسار النفس وما إلى ذلك من علا للفقر التي تأخذ بالأنفاس والتلابيب اللهم أغني فقراء المسلمين من فضلك وهو الفقر الذي استعاذ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من الفقر صلى الله عليه وسلم هذا الفقر الأسود الذي يبدد الزهن ويقتل النبوغ يزوي بصاحبه كما تزوي الشجرة القضراء إذا انقطع عنها الماء هذا الفقر الذي يكون هما ونكدا وحزنا ويخلق الحقد في القلب اسمه فقر أسود الفقر الثاني الفقر الأبيض يكون فقير لكن يكون خفيف المؤونة راسق الطمأنينة بالله لا يؤثر الفقر إلا على سطح الجسد يؤثر الفقر فقط على ظاهر الملابس أما داخله فمستقر مشرق ثابت منجمع هو الفقر الأبيض هذا النوع من الفقر فقر شريف هو حال الصالحين أهل الله الراضين قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل قال الإمام أحمد الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر قال الإمام أحمد بن حنبل والفقر أشرف من الغنى فإن الصبر عليه مرارة وانزعاجه أعظم حالا من الشكر ولا أعدل بفضل الفقر شيئا وكان يحب التخفف من الدنيا يقول لأجل خفة الحساب في الآخرة قال الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل سمعت أحمد بن حنبل يقول ما أعدل بالفقر شيئا ما أعدل بالفقر شيئا أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء وكان يحب الفقراء قال ولم أرى الفقيرة في مجلس أحد صبورا ولم أرى الفقيرة في مجلس أحد أعز منه في مجلس الإمام أحمد بن حنبل هو هذا الفرق بين الفقر الأبيض والفقر الأسود هو هذا الفرق بينهم إن إحنا لازم نفهم فرق واضح الفقر الفقر الأسود بيعمليه الآفات التي تنشأ عن الفقر الأسود واحد ضيق العطن يبقى دائماً متدايق والانكماش عن الناس والحزن والألم لأن طبيعة من يستشعر الإملاق يجد ضيق النفس والانقباض عن الخلق وأيضاً من آفات الفقر الأسود القهر الذي يلازم الفقير المملك ويحس فيه أخلاقاً رضيئة كالكذب والتملك والنفاق اللي مش لاقي واللي ما عندوش وعملاله دي عقدة نفسية تلاقيه كذاب أنا بقول الكلام ده عشان نفرق بين فقير صابر وراضي وفرحان ومنشالح أخذ بكلمة الإمام أحمد لما قال إن مرتبة الأكابر إن الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر وفي فرق إن فقير تاني نصاب مش راضي منزعد مهموم فيعمل إيه الفقير ده اللي مش راضي مشكلته فيه إن هو ينافق الأغنياء يتملكهم يكذب دي مشكلته لأن الفقر ده عنده هو مرض وعند الآخرين نعمة ومنها من الأمراض اللي بتصيب صاحب الفقر الأسود الحسد لذوي النعمة وحب زوالها عنهم مساواتاً لهم بحال الفقير البائس وتشفياً منهم بانتقام الزمان له منهم مصيبة تانية كريرة وخطيرة الحقد والحسد الفقير الحسود قال سبحانه تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قال سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله ده علاج الفقير الحقود الحسود مشكلة الحاسد ايه تمني زوال النعمة اللي بيحسد غيره ودي مشكلة قال صلى الله عليه وسلم العين حق العين ادخلت الرجل القبر والجمل القدر العين حق في ناس عينها وحشة يبص الواحد كده يجيب اجله ادخلت الرجل القبر يموت احد الاسباب زي اللي تصدمه سيارة زي اللي بيقعد تحت قطر زي اللي بيجيله سكتة قلبية ده اجله ودي اسباب القطر والسيارة ووقوف القلب دي اسباب فكذلك العين احد الاسباب العين احد الاسباب اللي تموت تقتل ينظر النظر فيؤذي واذا زوال النعمة انه بيتمنى زوال النعمة يذكر ان رجل كان بيحقد على جاره ده عنده بقرة وده عنده بقرة فكان شايف بقرة جاره احسن من بقرته فجال حد قال له طب انت زعلان ليه قال له شو بقرته البقرة البقرة بتاع جاري جميلة شكلها حل وبتدي لبن كتير وا 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 وانا بقرتي هزيلة قال له طب انت ايه اللي يرضيك اني جيب لك بقرة زي بقرة جارك قال له لا قال له طيب اني خلي بقرتك احسن من بقرة جارك قال له لا قال له مالنفسك في ايه قال له نفسي بقرة جاري دي تموت ويتحسر عليها ليه الحقد ده ليه الحسد ده ليه 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 انت حقود بتحقد علي جارك الفقير ان ربنا اغناه وبقت عنده عربي ان ربنا اكرمه وبقت عنده بيت ان ربنا اسعده واشتغل شغلانا ان ربنا يسر له وسافر برا ان ربنا اعانه ده من عند ربنا الله رزاق الحقد ليه الحسد ليه طب ما انت لو عايز زيه اطلب من ربنا ربنا قال كده واسأله الله من فضله اطلب من الملك يديك زيه ويديك احسن منه هي دي مصيبة الناس ودي واقفة عايزين نقفها مع انفسنا جميعا انت حكود انت حسود لازم وقفة نقفها مع انفسنا عشان نسا طب انت بتحقد على غيرك ليه سؤال انت بتحسد الناس ليه انا عايزك توقف مع نفسك وقفة وتسأل انا بسألك وبرده منش عايز اجابة بصوت عالي مش عايز اجابة ليه مش عايزك تلف وتدور وتقول اصل الله مش عايز زيهنك ينصرف وتقول اه او والله فلان ده يا مأزاني وبيحقد علي سيبك من كل الكلام ده انت بسألك انت من جواك بتحب الخير للناس بتتمنى ان الناس يبقوا في عافية وسعادة ولا انت جواك حقد مش عايز حد يبقى احسن منك مش عايز حد يعيش مرتاح عشان انت تعبان انت وانتي انت بتحب الخير لزولائك لزميلاتك لجيرانك لاصحابك ولا بتحقيدي عليهم بتحقيدي عليها عشان هي اجمل منك طب هي اللي خلقت نفسها بتحقيدي عليها عشان هي تزوجت ولا تزوجت احسن من زوجك طب هي اللي جاوزت نفسها ده رزق ده رزق ده ارزاق ربنا كتبها وربنا اعطاها لمنشاء من خلقك بتحقيدي عليها عشان وانت بتتمنى زوال النعمة بتتمنى ان الفلوس اللي عند صاحبك دي عندك الخير اللي عند زميلك ده هو بتاعك انت بتتمنى ان الناس تبقى وحشة يقولوا ايه حين تزني المرأة تودوا لو ان كل النساء زنين انت بتحب ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا او انت بتحبي بتتمنى بتتمنى ان الناس كلهم يبقى كدبين زيك ان كل ناس يبقى منافقين زيك ان كل ناس يبقى مزنبين زيك طب ليه ده في واحد توسل الالهي وسيدي انني وان كنت اعصاك الا انني احب من يطيعك فاجعل ذلك قربة لي عندك هل شر الناس ان لا يكون صالحا ويقع في الصالحين يقع في الصالحين يعني يؤذيهم او يشنى عليهم من افات الفقر الاسود الحقد الضغينة الحسد التشفي حب الانتقام من افات الفقر الاسود رؤية الفقير نفسه انه احق بتلك النعم من اولئك المنعمين فلان ميستهلش فلان لا مكنش يلاقي يأكل فلان ده نصاب حرامي انا اعرف وهو سرقهم انا اعرف الناس دي بتعمل ايه وتجيب من اين ليه ليه بتعتقد ان انت انضف من الناس و احسن من الناس سبحان الله العظيم ما تشوفش نفسك انك احق من حد لان ده اتحام لله انك تشوف انك احق بتلك النعم من الناس لما تشوف نفسك كده يبقى تقول ان ربنا سبحانه وتعالى مش حكيم في اعطاء النعم ومنها الوقوع في اعراض الناس والغض منهم والغيب لهم لان من وجد غيره اعلى منه وعجز عن مجاراته بحث عن مساويه وعوراته استعلاء عليه بدعوى سلامته هو منها فيما يعتقد او يتوهم او اخترع له نقائص وصفه بها واشعر انه هو متصف بنقائضها الكمالية وذلك بغي تصرف الناس عن تقدير الفاضل ومحبته او تلززا وتشفيا بالطعن فيه تجد انه هو الفقير الحقود انه هو بيحب انه هو يطلع افات الغني اللي بيحقد عليه يطلع الافات دا فيه بيكذب دا بيعمل دا بيروح دا بيسوي دا عنده دا عمل دا سوي دا مضي كذا ومنها ان الفقر يخمل الانسان ويغل اللسان ويضعف البيان فان الغنية ينطق فان الغنى ينطق والعدم يخرس وكثيرا ما يختلف النظر او الحكم على الكلمة بعينها او الفعل الواحد يقولها الفقير فترفض ويقولها الغني فتقبل لميل النفوس الى الغني وتبعد عن الفقير ومنها من امراض الفقر الاسود القلق النفسي الذي يلبس الفقير في حاله ومستقبله فتراه دائما يحمل الهم والغم في نفسه وخاصة اذا كان ذا عيال او اسقام مزمنة ومنها من افات الفقر الاسود تحمل النصب الحمد لله كل اللي قالولي يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم يا ربي يهديكم ويصلح بالكم ويرضى عنكم ويستركم يزاكم الله خيرا ربنا اسمعكم انتم تقولولي يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم من افات الفقر الاسود تحمل النصب والتعب وارتكاب المخاطرة بالنفوس والارواح في الاسفار عند ضيق الرزق في الديار مع ما في ذلك من العذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب اخوتي اضطررنا نظرا لحال الامة واقعيا في الفقر وكسرة الفقراء الى التحذير من خطر الفقر الاسود ومرادنا ان نوازن ايهما افضل الغني ام الفقير فحذرنا من الفقر الاسود وذكرنا افاته ومدحنا الفقر الابيض وذكرنا فضائله لكي ترضى من جواك تبقى راضي برزق الله ومحب له عرفنا ان وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا مش بالفلوس اللي بتقرب الناس لربنا ولا اللي بتجعل له قيمة فقيمة المال في الاسلام لا شيء القيمة بالتقو ما زال السؤال قائما ايهما افضل الفقير ام الغني اجيله الى اللقاء القادم احبكم في الله واستبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلوها غافلون في الاية التانية ربنا ما بيظلمش حد قال سبحانه فكلا 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 اخذنا فكلا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مشكلة كبيرة ان الإنسان يظلم نفسه يعرض نفسه لغضب الله وانت مش قد غضبه سبحان الله العظيم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنيا درهم ربا لذلك لما بقول ابعد عن الحرام واحد يجي يقول لي لما الشيخ انت بتقول حرام وفي شيخ تاني بيقول حلال نعمل ايه أقول لك مالكش دعوة بية ولا بغيري قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي طب يعمل الشيخ ما هو الاختلاف مش في كده يعني انت بتقول الربا حرام والشيخ بيقول ان ده مش ربا طب ما انا بقول لك ان النهاردة الناس قاطبة بيقولوا ان ده ربا البنوك واثنين واحد ولا اتنين بيقولوا مش ربا ايه اللي خليك تسيب اجمع الامة على مدار الزمان وتتبع ده الا هواك وانت متأكدا ان ربا واسأل اللي شغالين في البنوك وهكذا في الحرام انا بأكد دايما انت عارف تسمع من مين ومتسمعش من مين وتاخد من مين وتاخد ومتاخدش من مين وكل واحد ظروفه ايه لذلك انت بتاكل حرام متعمد قول لي عذرني مفيش غير كده لا في غير كده في حلال بس انت لا يرضيك الحلال انت عايز كتير سهل والحرام قليل وصعب قول لي والله دورت على الحلال بس مش لاقي اقول لك اب انت مفتلى بفسقك يقول الله عز وجل عن قرية حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون هي دي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بتبتلى بالحرام شوف النزل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له اسألهم اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر كأنه الخطاب برضو يا رسول الله اسأل المؤمنين فاهمهم عرفهم قلهم ايه اخبار القرية التي كانت حاضرة البحر اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم اليهود يوم السبت ما بيعملوش حاجة ما يشيروش اشاي عن اشاي كان يوم السبت اللي نوهو في عن العمل باي وسيلة يفاجأوا ان السمك ماشي على على الشاطئ يوم السبت السمك يطلع من البحر ويمشي على الشاطئ كده السمك يطلع من البحر الماشي على الشاطئ بيطلع لهم لسانه يجوا يوم الحد ما فيه السمك حد واثنين وثلاث واربعة وخمس وجمة يرموش سبك يطلع فاضي يوم السبت يطلع السمك على الشاطئ بلا شديد انك انت بتدور على حد تشتغل عنده حلال ما فيهش ومعروضة عليك كل يوم الرشوة ومعروضة عليك كل يوم انك تشتغل في الحرام ايا كان قدامك فرص في الحرام متلتلة والحلال اجيب منين حلال انا بقولك ابتليت بفسقك لو طهر قلبك وصحت نيتك لرزقك الله عز وجل لو لضيك الوقت لكان ينبغي لنا ان نذكر كيف نأكل من حلال تعالوا نقولها وغلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستبطئوا الرزق اول حاجة عشان تجيب رزق حلال ما تستعجلش اصبر اول سبب لطلب الرزق الحلال الصبر صبر لان اول سبب حطهم الاتنين مع بعض اول سبب لوكوع الانسان في الحرام والرزق الحرام الطمع والتطلع لما في ايدي الناس وعدم القناعة ولا الرضا هو ده اللي بيضيعك مع ربنا انك تبقى طماع مش راضي برزق ربنا ما انت الشبعان من الحلال وراضي به وسعيد به وحاسس انه كفاية وزيادة والنهار ده اي فقير في مصر اي فقير في العالم يجي نقص حال والحال سيدنا النبي وروني واحد جعان خلينا في مصر بس معلش عشان انا خايف من بتوع الصومال والناس المساكين دول اسأل الله ان يوسع ارزاقها المسلمين بالحلال خلينا نقول في مصر وروني واحد في مصر جاع يومين على بعض زي سيدنا النبي وروني واحد النهار ده بيبات ما فيش في بيته الى المية رسول يبعت لي ثمان بيوت ثمان زوجات كل واحدة لها غرفة مسمينها بيت الغرفة دي لما كان صلى الله عليه وسلم يجي يسجد السيدة عائشة لازم تلم رجليها لان الغرفة اضيق من انه يقف ويسجد وهي رأدة لازم تلم رجليها عشان يسجد وريني اللي بيقول انا فقير ومش لاقي النهار ده بيبات وما حيلتوش الا المية بتحدى هي دي اول حاجة الاكلة الحلال الصبر الصبر ان هذه الدنيا عرض زائل خيال ظل زائل خيال زائر هتعدي دنيا دنيا بسيطة وسهلة ويومين ويعدوا ونوصل للجنة شايفين الجنة اللهم ارزقنا الجنة وما يقره اليها من قول وعمل لو طمعنا في الجنة وتطلعنا للجنة وانتظرنا ادخل الجنة وفي الجنة فيها ما تشتهيه الانفس فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وهم فيها خالدون سبحان الملك جل جلال الله العلي سبحان ربي الكريم لو صفرتي ومين وتدخل الجنة وفي الجنة ما تشتهيه الانفس شهواتك هتلاقيها بتشتهي ايه النهاردة اللي بنقول ان الشهوات العاجلة قطاع الطريق الى الله مجرد ما تعد الشهوات دي هذه الشهوات نفسها تبقى معينة لك على الطريق الى الله بيسميها ابن القيم اغرب الاعوان اغرب الاعوان ان القطاع الطريق مجرد ما تعد منهم هم يساعدوك انك توصل فلذلك الشهوات اللي تسيبها النهاردة في الجنة تبقى مباحة متاحة نفسك في ايه ماذا تشتهيه كل شهواتك مباحة متاحة وللابد لذلك اول سبيل للتخلص من الحرام ولتحصيل الرزق الحلال الصبر شوية صبر شوية صبر استبر اصبر شوية قصة المشهورة ان سيدنا علي ابن ابي طالب كان دخل المسجد فلقى واحد قاعد فقال له امسك الداب بديل حد ما نصلي من اخرج فصلى وخرج لقى الراجل سرق اللي جان بتاع الداب ومشي القصة ان هو سيدنا علي بعد ما خلو الصلاة قال للغلام بتاعه خد ادي الراجل اللي وقب برا ماسك الداب درهمين ومشي وقف انت استناني خرج لقى الراجل سرق اللي جان الدب ومشي نزل السوق يشتري الجام لقى الحرام اللي سرق وباعه بدرهم فسيدنا علي تعجب وقال لو صبر على درهم من الحرام لجاءه درهمين من حلال ويحك يا ابن ادم ويحك يا ابن ادم لو تصبر شوي هيجيلك رزقك قال صلى الله عليه وسلم لا تستبطئ الرزق والحديث صحيح بن حبان لا تستبطئ الرزق فانه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه اخر رزق هو له فاجمله في الطلب في الحلال وترك الحرام فاجمله في الطلب في الحلال وترك الحرام الجمال شفت الجمال ده اجمله في الطلب في الحلال وترك الحرام لذلك الانسان مطالب علشان يقول له اجمله في الطلب في الحلال اجمله انا عايز اقف مع كلمة اجمله دي اجمله في الطلب في الحلال وترك الحرام الجمال جمال الطلب تيجي في الحديث قال صلى الله عليه وسلم خذوا الحديث ده هدية اللي لا دي بعد الانزار الخطير والشديد ان تدمير هذه الامة اكل الحرام ان هلاك هذه الامة في كسرة الخبس فلذلك انقاذ هذه الامة في اكل الحلال انقاذ هذه الامة في كسرة الصالحين انا اهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كسر الخبس لازم يتعامل موازنة بين الخبس وبين الصالحين لازم يتعامل موازنة بان يكسر الصالحون ويقل اهل الخبس والخبائس والقبس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة عفة عفة في طعم عفة انك تبقى راجل عفيف في مطعمك عفة اه ابن القيم لما يذكر اصول الاخلاق يذكر من ضمنها اصول الاخلاق اربعة من ضمنها العفة عارف الواحد العفة عكسها الطمع عارف لما يبقى فيه واحد عفيف اللسان لسانه عفيف ما تجيش على لسانه العيبة ما يشتهيهاش عارف لما يبقى فيه انسان عفيف العين عفيف العين تبقى عينه عفيفة يعني عينه ما بتتمدش كده لا اكتر من اللي ما اسفح لها فيه لا مش ما بتتمدش العفة ان عينه ما بتشتهيش انها تتمد عفيفة في طعمة لما اجا كلمكم المرة الجاي ان شاء الله عن اكل الحلال ان الانسان عشان يكل حلال انظر ماذا يدخل بطنك العلماء يقولوا بعض العلماء يقول في كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش قالوا حين يفطر على حرام يتعزم حتى عند حد ويأكل منه لقمة حرام مشكلة كبيرة مشكلة ضخمة وخطيرة لاخطر درجة ان الانسان يأكل حرام ويعبد ربنا تبقى وجون يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامل مشكلة مشكلة ضخمة عشان كده الصبر يجي منين ما احنا في كيفة واخوتها كيف ننجو من اكل الحرام ان تكون عفيفا في مطعمك اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة تبقى عفيف المطعم عارف عفة البطن ان البطن ما تشتعيش الحرام هي دي معنى كلمة العفة يا جماعة مش معناها ان انا ماكلش حرام لا ماحبوش ماشتعيوش نفسي ماترحلوش ماتمنهوش ما يخطرش على بالي طب نجيب الكيفة العفة في الطعمة قالوا علاجه الطمع في الدنيا الطمع في ما عند الله لو واحد متجوز ولكن بيطمع في واحدة جميلة لو طمع في الحور الايين واول يوم يدخل في الجنة ياخد اتنين وسبعين اتنين وسبعين حرية هيعمل ايه بالدنيا واللي فيها لو واحد طمعان في حتة ارض بتاعت صحبه ولا زميله ولا قريبه ولا جاره وطمع عند ربنا وربنا يديله في الجنة قد الدنيا احداشر مرة يدور على اراضي الدنيا ليه نرجع بقى بسرعة عشان العشة ادنت واللي هتدن واللي سمع ازان العشة يقوم يجري ويسبني فورا متستنينيش مش هيفوتك حاجة خلاص ان لازم عشان ناكل حلال الصبر نصبر ازاي الصبر بانك انت تكون عفيف نقف ازاي بان احنا نطمع في اللي عند ربنا فما نشتهيش الدنيا واللي فيها السبب التاني طبعا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة